المتنفذ بالأحداث السياسية والدولية والأحكام القضائية صديق الملوك والأمراء والرؤساء لكنه ليس بصديق الشعوب كما يدعي البعض عدو الإسلاميين وحليف السلطة أينما كانت مالك جديدة السياسة والرئيس الفخري السابق لجمعية الصحفيين الكويتية ضيفنا الليلة في نقطة نظام الأستاذ أحمد عبدالعزيز الجار الله أكثر حاجة تعلمة من أحمد الجار الله أنك تعرف تاخد خبر كان دايما يعرف أخد خبر كان ممكن مكالات الأنباء في مصر تنقل عن مقال أحمد الجار الله أحمد الجار الله قال خبر تقبل معنا عبر الهاتف لصد أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويت سمعت لحضرتك تصريحات اليوم إلى الزميلة قناة العربية تقول بأنه ربما كانت اجتهادات من قبل حضرتك سياسة الخبر بهذه الطريقة ولكن بناء على تصريحات المشير نفسه أقول لو افترضنا هذه اجتهادات افترضنا أو تصريحات يعني في النتيجة شو الفرق بين الاجتهادات أو تصريحات شو الفرق؟ الراجل هيترشى والله مش هيترشى نحن نسأل حضرتك حضرتك صاحب المقابلة لا أقول لك أنا عليه الطلاب الثلاثة حيارات شامل آخر سؤال يا مجدي رأيك في الحوار بتاع جريت السياسة الكويتية واللي حصل وبيان المتحدث العسكري ثم بيان من شوية الجرالة يعني أقول لك بصراحة آه أرجوك وناعرف أنك صريح بصراحة آه آه أنا أتبدأ أحمد الجرالة أجازل ضحف الكمير رأي التحرير طي راجل مخضرم عميد الصحافة العربية عمره ما يعمل حوار مع المشير السيسي ويقتل الحريري بعد خمسة عشر يوم بعد خمسة عشر يوم بالذات قتل الحريري عملت عليه المؤامرة اللي كل واحد يعرفها وحتى لي موجود فايل في الأمم للتحدي سموه جار الله فايل في موضوع الحريري وطلبت للشهادة ورفضه في ناس متعطشة للمعلومة متعطشة تحس أن متعطشة للمعلومة مش عمليات أن يريدك تعلق ولا شي يريد معلومة أنا أعطيتهم معلومة وكل اللي قلتها تصار وهم يقولون اليوم يقولون أحمد الجار الله من وين ييب هالمعلومات يعني معلومات يعني صعب أن أي شيء أحمد أنا أربعين سنة في العلاق غروقه بالماء أعم أربعين سنة أبطال والملاحقين قضائيا الآن واللي إن شاء الله الشعب الكويتي سيفرح في معاقبته شوف هذا المجلس أربع سنين باقي أبقى أبلني إذا بيتغير بتتغير الحكومة إنما المجلس باقي أنا أقول لي أن يبقى أربع أشهر من اللقاء بعد الحلم شوف الحلم مشروع أحلم نعم أحلم سؤلت قبل أيام عن تصريح للسيد أحمد الجار الله منسوب للسيد أحمد الجار الله أنا شخصيا لم أقرأه يقول انتظروا سوف تصدر أحكام تسركم فكان تعليقي إما رجل يدعي بأن القضاء أخبره وهذا طعن في ذمة القضاء وإما الرجل يتنبأ وهو من المتنبئين حياكم الله و شاء الله و كرام أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة نظام و ضيفي لهذه الحلقة رئيس تحرير جريدة سياسة الكويتية السيد أحمد الجار الله مساك الله أبو الخير بمشعل سعادة أن نلتقي معك في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نقطة نظام الله سعادة لنا الله يسلمك نبدأ محورنا الأول أستاذ بمشعل بالحديث عن حكم المحكمة الدستورية الأخير كنت متوقع الحكم؟ نعم كنت متوقع الحكم من باب التنبؤ أو كنت متوقع الحكم؟ نعم من باب دراسة حسابات أمامي كانت و عرفت أنه و حتى يعني لمحت لها في تغريدة قبلها بيوم لمحت لها من بعض المعلومة؟ نعم من ضمن قلت 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 يعني هذه دولة لا يمكن أن نزعزع استقرارها محامي طالب شهرة تذكرت أن كل طالب شهرة يدبج لك المتين و يروح لمحكمة الدستورية و يطلب حل المجلس أو إسخاط الحكومة لا يوجد قانون للمعاقبة على إزعاج السلطات بصراحة تقصد هنا المحامي و صراحة الهاشن؟ لا لا أقصد هو و غيره و من حقي واحد أنه يعني يقدم طعن و هذا الخطأ الذي ارتكبه الحقيقة مجلس الأمة الحالي أي خطأ؟ الخطأ أنه أتاح لكل مواطن يذهب إلى المحكمة الدستورية قانون صدر البعض يعتبر هذا من أبرز إنجازات المجلس الأمة أنه أتاح الفرصة للمواطنيين أنهم يلتجون إلى الحكمة الدستورية أي واحد ناشط أو أي واحد بكرة طالب شهرة طيب ما المشكلة؟ مشكلة ستظل تقلق الناس تعرف أنه هذا الذي يتقدم بهذا الطلب ظل ناس يتاجروا فيها و أنه يقولون بكرة يتحل المجلس و رتبت عليها برامج انتخابية و رتب عليها إسقاط شخص و الإتيام بشخص أخرى يعني هذه ستقلق وبعدين البلد اليوم تم أتاجه إلى نوع من الاستقرار يعني بلدنا الآن من 1962 إلى الآن مر عليها 33 حكومة يعني كل 14 حكومة مر عليها 14 مجلس نيابي بما فيهم 2 مبطلين غير المبطلين الأثنين مر علينا في المجالس السابقة نوع من الكبح جماح التنمية خل كل هالسنين مرت علينا و السبب هالصراع اللي يعني ما كنا نعرفه والذي استشرى في الفترة الأخيرة يعني إحنا لكن التنمية مثل ما قلت يمكن يعني ما كانت أساس أو يعني كانت بطيئة جدا في السنوات السابقة يمكن في الفترة الأخيرة هي اللي زادت حدتها التراجع التي تقع تفضل فيها لكن خلينا نبقى في جزئية حكم المحكمة الدستورية النائب السابق الفاضل خالد السلطان قبل صدور الحكم ذكر بأن مرافعة المحامي صلاح الهاشم في قضية الطعن الذي قدمه بمرسوم الصوت الواحد محكمة ولا تترك أي مجال للمحكمة الدستورية إلا لإبطال المرسوم إن كانت ستحكم بالقانون والدستور هذا الشيء اللي هو يرغبه هذا الأمل في شيء أمل و في شيء حقيقة الأمل هو قاعد يبني على مرافعة المحامة طيب وهذا أمله طيب ليش المحكمة ما مشت بكلامه يعني بعدها يشك بحكم المحكمة هل يشك بنزاهة القضاء هذه منفصصة تماما و الذي يحكم فيها فطاحل في القانون لا أحد عليهم يتواجعي بالقانون و يتقدم هم يأيدا محامي صراح الهاشم محامي لا تاريخ طويل في بعض المحامات يعني بكل تأكيد لمن أقدم على هذه الخطوة لا حسابات الخاصة التي أقدم بناء عليها على هذه الخطوة و لكل جواد كبوة طيب تذكرت في بداية كلامك بأن سربت خبر أو أشرت لا لمحتنا لمحت التلميح هذا كان بناء على شنو بناء على قراءة قراءة لا لا قراءة للوضع و ليس معلومة الوضع السائد بل ليس معلومة لا لا كنا على قراءة و مرسوط من حكم المحكمة الدستورية الأخير هو هذا اللي أنت مبسوط من الحكم طبعا و لا بد و لا بد أن تنهي كل هال هال مسامير جوحة هال قاعدين من يضعها مسامير جوحة واحد من هم اللي يتقدم بهذا الأقدراع طيب خلنا ننتقل الآن في حوارنا إلى الحكومة في تصريح سابق ذكرت فيه أن الحكومة الرئيس مجلس الوزراء مطالب من القيادة والناس بالعمل على ترجمة برامج الحكومة إلى مشاريع باعتقادك أن الحكومة الحالية قادرة على تلبية طموح الشارع الكويتي؟ نحن مر علينا زي ما قلت لك قبل شوية من 1963 33 وزارة يعني كل وزارة قادرة أربعة شهر المنصب الوزاري غير مستقر في الكويت ما عنده استقرار وزير يأتي اليوم يذهب بكرة ما عنده استقرار لدرجة أن الوزير اللي ممكن يكون فيه فوت ويكون فيه دسم في فكرة وفي عمله ما يقبل العمل بهذه الوزارة أنا أقول اليوم أحنا أمامنا حكومة مع مجلس فيه نوع من الوئام بينهم نوع من الود بينهم ونوع مجلس وأمامهم الآن سنتين ونص هذا الود تعتبره ود طبيعي ود مشهور لأن البعض اعتبر هذا الود نوع من سيطرة الحكومة على المجلس بعد كل مناكفة صارت هذه السنين من المجالس الأخيرة أنا أعتقد أن تركيبة أو مخرجات الانتخابات الأخيرة مخرجات جيدة فيها ناس جيدين وفيه ناس متعاونين يبقى أحنا أمامنا الآن سنتين ونص سنتين ونص إذا هذا المجلس ومعها الحكومة خل في المجلس الحكومة هل هي قادرة على تلبية طموح الشارع ما هو الحكومة الحكومة الحالية بفعل المجالس السابقة دخلت وجدت كثير من مسامير جحى في الدولة اللي هي قوانين للإعاقة قوانين إعاقة كان يشرحها مجلس الأمو شرحها المجالس ليس مجلس واحد المجالس السابقة شرحوا قوانين أعاقة الحكومة حكومة يعني مثلا حطوا ما يسمى الرقابة المسبقة صح؟ ألغوا قصة البيعوتي وقفوا قصة الرهن العقاري أوقفوا حقول الشمال أوقفوا ممكن يستشري في المستقبل من تنفيع من مصالح هذا كلام لتبرير الخطأ ليس كلام صحيح يعني يكون بالنسبة لك تبرير الخطأ لكن بالنسبة لهم يعتقدون فيه أنه هو كلام صحيح يعتقدون النتيجة هذه اعتقاده طلع غلط اعتقاده طلع غلط لكنه استطاع نشط في أن يوهم الناس أنه هذا الشيء الذي يعمله لصالحهم وكذا فإن هذا كان دورهم الرقابي أو اجتهادهم الرقابي في هذا المجال لحتى معلم لكن في جزئية الحكومة مرة ثانية بومشعل في أكتوبر الماضي كتبت توقعنا أن تكون الإجازة الطويلة مناسبة ليعيد بعض الوزراء قراءة المواقف السياسية النيابية بهدوء لكن للأسف يبدو أن هذه الإجازة زادت خوفهم ممن يلوحون باستجواب بعضهم فاختاروا طريق الاسترضاء والخضوع للابتزاز النيابي هذا اللي أنا ضده منه لا في عندنا في الحكومة حالية من خضع للابتزاز النيابي لا شك للحكومة وإن كان أكثر وزراءها جدد عن الحكومات السابقة لكن لازل هاجس الخوف خوف الاستجوابات مسيطرة على البعض منهم هذا اللي أنا أقولك أن المفروض أنه أنت بتعدي أول شيء أحيانا تحذر بومشعل من قد تكون من تجارب سابقة وأحيانا تعنيك معلومة أن بعض الوزراء خضعوا الابتزاز النيابي تعنيك معلومة أقصد الابتزاز الخوف أنه حدد هذا وخاف هذا أنت تعتقد في الحكومة الحالية هناك وزراء يخافون من بعض النواب أو من الابتزاز النيابي هاجس الخوف موجود عندهم حاجس الخوف واتمنى أن يتخلصوا مننا نحن نحن أمام استجواب استجواب نحن ما سمعنا كلام نطريجي إلى الآن عشان نحكم عليه لا بيّنت المطالب التي فيها صحيفة الاستجواب التي قدمها لطريجي لا تعتقد أنها ترقى لمستوى المسائلة يتسأل لكن أنت تعتقد أنها ترقى لمستوى المسائلة أو لا ترقى لا قوية لا ابتزاز نيابي وإذا حبيت تصف ابتزاز لا أنت أنا ما وصلت هذا كلامك أنا لا أصف أنها مالة لازمة وعندما يكون مالة لازمة أعطيها صفات أخرى مثل ممكن تقول ابتزاز ممكن تقول أنت ما تقول أعطيها عمومية أنها مالة لازمة وقد تصل إلى مستوى الابتزاز النيابي طيب بشكل سريع بس موضوع انخفاض إسعار النفض أنت كان لك تصريح ذكرت فيه أن تعليقك على أنه هلع مصطنع ودموع التماسيح لا يتكلم عن موضوع انخفاض إسعار النفض لكن محل الشاهد في هذا الكلام هو ما يتعلق بالحكومة هلع مصطنع ودموع تماسيح ورأينا اثنين وزراء في الحكومة الحالية أحد الوزراء قال أن السكين وصلت للعظم والوزير الآخر ذكر بأن الكويتين في ماله إذا تراجع تسعار النفط أكثر يتنازلون عن نصف راتبهم وفي وزير مال النفط قال لو يصل النفط الستين نحن بخير وهو الوزير المختص أمس تصريح بالصح قال لو يصل لستين حكومة الكويت عندها أموال سيادية عندها أموال سيادية لا لا أتكلم في الجانب أتكلم في الجزئية التي تحاور فيها وياك ومشعل في قضية عدم الانسجام يمكن نسميه الحكومي لما نرى وزير النفط يتكلم في هذا الجانب ووزراء آخرين نفس الموضوع في وجه نظر ممكن تصفها عدم الانسجام وعدم الانسجام ليس بالظاهرة هذه قصة النفط هناك أشياء كثيرة الصدرات وتصريحات وفي تصريحات كانت تصدر من وزراء ومالها لازمة وفي تصريحات لا تحضرني لكن الحكومة الحالية هل بالحكومة الحالية تستشر عدم الانسجام بين الوزراء لا يمكن ليس لدرجة لكن أحيانا تصدر تصريحات يلام عليها الوزير الذي صرح في مجلس الوزراء ويقال يا ريتك ما صرحت مثل هالتصاريح مثل 60 وصل العظم ونصف نعم صارت ملامة في مجلس الوزراء نعم يلام ومش بس هذي هنا تصريحات سابقة لقضايا أخرى طرحت وقيل مكلة وقيل هؤلاء الوزراء الذي صرح ما كان لازم تصل طيب بعد الفاصل أبي تعليقك على كلام النائب السابق الفاضل صالح المول لمجلس الأمة الحالي غير مؤتمن على حاضر الكويت ومستقبلها معاك بمشعل بعد هذا الفاصل القصير خلكم معنا موعدنا تسعة ونص نسلط الضوء على مساديرتنا نخبتها نخبتها أخبارها وسياستها في الكويت من الأحد ليل خميس على تلفزيون المجلس موسيقى اشتركوا في القناة المجلس في الأستوديوات أخبار المجلس يوميا الثامنة مساء بتوقيت الكويت حياتكم الله ومشهرين الكرام لا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقة رئيس تحرير جليد السياسة سيد أحمد الجار الله ومشهر قبل الفاصل كنا نتكلم عن تقييمك لأداء الحكومة الحالية المجلس الحالي البعض اعتبر المجلس الحالي كنائب السابق الفاضل صالح الملة مجلس الأمه الحالي غير مؤتمن على حاضر الكويت ومستقبلها تتفق معاه في هذا القطر هذه أفكار الساعة 12 بالليل شو متقصد يعني أفكار ساعة 12 بالليل شوف هذا الوقت شو يولد أفكار بعد الساعة شو يولد أفكار ساعة 12 بالليل هذا عتقب الكلام هذا خارج خارج إطار الفكر الحصيف يعني مخرجات المجلس من أفضل المخرجات التي جت على الكويت إذا استثنينا المجالس التي مال 63 والمجلس التي بعتها إنما هذا المجلس مخرجاته جيدة و تفاعله مع مع التعاون مع الحكومة أعتقد جيد وممكن ينتج ويعطي الأشياء كثيرة و أمام يزيل يزيل هناك انقسام حاد في الشارع السياسي الكويتي اليوم منقسم البعض يعتقد بأن هذا المجلس مجلس إنجاز ومجلس محقق أو قاعد يحقق بعض الأمور الإيجابية وهناك رأي أيضا واسع لا يعتقد بأن هذا المجلس الحالي يحقق أي شيء قبل عبرنا عن تصريح أحد شخصية لها وزنها و لها اعتبارها في الساحة السياسية الكويتي سيد الفاضل صالح الملة ورأي الشخصي كان تقييم المجلس الحالي أنت تقول هذا المجلس مخرجاته كلها يبدو أنك راضي كل الرضا عن هذا المجلس الحالي مردود أفضل من المجالس السابقة لأن علاقة المجلس الحالي على توافق مع الحكومة بين الدولة وبين الحكومة وبين المجلس لم نشاهدها في مجال السابقة وعلى الحكومة أن تستغل من الخصوم الخصوم بمشعل سياسيين مش موجودين في المجلس لذلك بمشعل راضي كل الرضا عن المجلس الحالي قد يكون هذا أحد الأسباب مسألة لجة ومسألة صراخ ومسألة زي ما كان في المجلس زي ما كان يعمل سلام البراق ويعمل عمد السعدون هذه كلام ما كانت لجة وصراخ كانت لجة أنت كنت تفتمر لجة لكن بس هي كانت مواقف سياسية تتطلب منهم أن يتخذونها في ذلك الوقت أنا ما استفدت من صريخهم خلال السنوات الماضية حسب حسب ادعاهم كثير من الهدر توقف بسبب هذه المواقف تفضل قل لي قل لي تسووا عطلوا لي حقول الشمار قل الله قبل شيء عطلوا لي التنمية عطلوا لنا أشياء كثيرة نقطة نظام نقطة نظام هنا لحظة نقطة نظام عطلوا لك التنمية النواب عطلوا التنمية ما الفرصة كانت أمام الحكومة متاحة لسنوات طويلة كيف حكومة تستطيع والحكومة لم تقدم أي شيء صرفت الملايين على خطف تنمية على الورق لم تنفذ منها أي شيء على الواقع لماذا لن يحمل الطرف الآخر لأنهم أعاقوا بقوانين معيقة حطوا قوانين أمام الدولة لا تستطيع الخطوط الجوية الكويتية دمروها لأنهم حطوا قوانين لا سمحوا لهيئة الاستثمار تشتري لا سمحوا الكاف كور تشتري لا سمحوا النواب وليس تعرف آخر مجلس تعرف آخر مجلس للحكومة المتعاقبة دعنا أقولك آخر مجلس آخر مجلس آخر مجلس المبطل هذا المبطل الثاني يضعوا قانون ويعدون قانون منطوقة يقول أنه لا يحق لأمير الكويت أنه يتبرع بأي أموال إلا بالعودة للمجلس الحمد لله أبطلوا وسقطوا يعني كانوا بيعقد حتى قيادة الدولة على المجلس المبطل الثاني أظن على المجلس الثاني أظن ولا أكيد ايه متأكد أنا هذه القانون المبطل الثاني لأن المبطل الثاني أنت كنت راضي عنه يعني لو كان مجلس كان رئيس المجلس فيه نائب السابق الفاضل علي الراشد لا لا أنا ما المبطل بالعكس أنا اللي تنبأت بسقوطها كنت ما كنت مبسوط من المجلس المطل الثاني الضجيج اللي مرين عليها بكل المجال السابق أعاق تمتعك أمواطن بأي تنمية في الكويت يا رجل مرة ثانية الكويت ميتة موتوها من يتحمل هالموت يعني البعض يقول يا أبو مشعل خلنا نكون منصفين طيب أنت هذه سيلة الانتقادات التي تكيلها دائما إلى الطرف الآخر طرف المعارضة أو طرف الأغلبية طيب شوية يعني شوية بس عطها حق الحكومة يعني شوية يعني سيفك المسلط دائما على الطرف الثاني لماذا لا تسلط بقدر بسيط على الحكومة يعني لا يعني أن هناك كامل الرضا عليها لا بالأكد شم نسبة رضاك على الحكومة لا لا نقول و لازم نصارخ نعطنا نسبة رضاك نحن لما نذهب للحكومة نقول لا يا أبو ليس ما سويته تقول لك هذا أمامي قانون يعيقني حاطة منه المجلس السابقة أنا أبا أبني ألاقي يسمونه رقابة مسبقة تعرف شنين الرقابة المسبقة في نهاية الحكومة دور مجلس الأمة دور رقابي يفترض أنه يراقب أداء الحكومة طيب طيب يعني يعني أعطي الخيط و يخيط للحكومة أنه تفعل ما تشاء من غير أي رقابة إذن ما رح يكون أي دور لمجلس الأمة بعدين إذا كان هذا الدور الرقابي أصدى منه الإعاقة لا وبعدين أنت في المجالس السابقة يعني أوقفوا المشاريع الكترة بحجة أن فيها شبهة تكسب أو شبهة فساد أو قبل يا أخي أوقفوا مشاريع مهمة للبلد طيب طيب أوقفوا مشاريع مهمة نحن نتكلم في سياق الكلام بعد قليل على موضوع المعارضة و المقاطعين أكثر وأكثر لكن بما نتكلم عن المجلس موضوع الإداعات قبل أيام لجنة الإداعات المركزية مددت من أمد تقريرها النهائي لمدة ثلاثة شهور جدا رح ينتهي إلى لا شيء ولا رح ينتهي إلى طمطمة الموضوع سينتهي إلى فضيحة جديدة تسقط رؤوس كثيرة هذه نشوف الإداعات هذه فتيشة 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 كاربة فتيشة نعم صحيحة البنوك عندما تتحرك تتحرك لشي تتحرك أن يكون هناك غزيل أموال أو يكون هناك إداعات مصدرها مو معروفة إذا كانوا كنت تكلمون عن شوية أموال دخلت في حسابات جارية أصحابها ثبتوا منين جايتهم وكلها مبالغ ليس بالأرقام التي قالوها أبو 100 ألف و 200 ألف ما هو 20 مليون و 30 مليون هذه كذب ليس صحيحة أنا والله لا أعرف ولا نائب من أصحاب الإداعات قسما بالله لكن أنا أعرف أنها كذب ليس صحيحة وهي جد في فترة من عقم كلام النواب الذي كانوا موجودين في المجلس المطل الأول والجارة التحقيق التي كانت موجودة بما فيهم رياض العدسان بطنطن يقول أنا شايف بعشرة مليون طيب ودي المحكمة مدام أنت شايف رسيب عشرة مليون ودي المحكمة لماذا قاعد في الضحية وناسي رح تفضل كان عضو في لجنة التحقيق يا أخي الآن ما عضو الآن هم مواطن عادي يشيل هالي عنده ومعتفض فيه يقول كلهم موجودين في مجلس الأمة في صناديق يقولونهم يا أخي الله الله يرضى عليك تصدق هالي الكلام كلام النائب الفاضر ياضل عد ثاني إذا هو طلع وقال هالكلام هو يقول يقول أنت ما تصدق الكلام لا لماذا لا أصدق لأنه مصحيح مثل ما هو يعني يفترض أنه يكون عنده معلومات أنا كعلامي عندي معلومات معلومات هذا كذب موضوع الإداعات كلها تعتبره كذب كلها من أولا لأخرا ماكو شيء نفس وفتيشة وفتيشة أصلية طيب هل مناسبة بس خلينا نفتع قوس لكن كويس أنهم يثيرون لأن بكرة يقولوا للناس أنها فعلا كذب وما فيه بعض النواب قالوا بعض النواب السابقين الأفاضل ذكروا ويقولوا أيضا بطمطم على أشياء كثرة ويقولون أنه بينهب البلد وقالوا أنه فيه تحويلات بالمليارات لشخصيات كويتية وقالوا التبيعي قولك بعد ما قالوا بس قبل ما يقولون بعد شوية نبين عرف بيقولون أكثر مليارات وياك ورجعك إلى سنة 2009 ذكرت أن فات البعض أننا لسنا في فيث أفنيو في نيويورك أو أكسفورد ستريت بلندن أو الشانزيليزي في باريس إنما نحن ومجتمعات خليجية تقوم على الشرهات والهبات والعطايا والجاهات لذلك من الطبيعي أحيانا أن يدع أحدهم سبعة آلاف دينار أو حتى مئة ألف أو مئتي ألف وحين يحال هذا إلى النيابة العامة ما يسأل من أين لك هذا يقول أعطاني إياها أحد شيوخ الخليج ممكن وقالها في بعض الناس قال راحوا جابونهم كتاب إنه هذه التبرع من الشيخ الفلاني أو من الفلان فلان الفلاني جابه وراحوا للمحكمة وراحوا للنيابة وعطوهم الرسالة قالوا هذه أنا معطيه إياها هذا لي ممكن يكونوا أصحاب الإداعات هي من أصحاب الإداعات من أصحاب الإداعات ما أخذين فلوس يعني ما أخذين فلوس نحن عادي هي ما أخذين دينار ما أخذين مليون للمهم ما أخذين فلوس يا أخي أحد ستتخلي أنت قلت ما أخذي ستتخلي بالمبادئ يعني لا لا أخذ الله ستتخلي بالمبادئ إنه أخذ دينار طيب أخذ دينار من أحمد جار الله ما معناته يعني أنا أعطيتهم لا أنت ما أعطيت البعض يتهم البعض البعض يتهم أحمد الجار الله أن أحمد الجار الله أخذ يريد على أيديك ما أخذ شيء إذا أيدك هبات وعطايا وجهات أحمد الجار الله ما أخذ شيء الكثير ما يتهم سيد أحمد الجار الله بأنه نتيجة لعلاقاته مع الشخصيات العربية المتنوعة أنه استلم مبالغ منها على أنا قابلت رأسه دول وحصل عليهم منقلاب والذي ينقلبوا عليهم وضدي لو لاقين شيء ما خلوني وما ستلنت شيء جم ما خلوني طيب هذا شاه إيران كان كنت وياه بالستة شراء قابلة مرتين وما أعطاك شيء شاه إيران واتهموني وجاءوا الملالي اللي أنا ضدهم منهم ما تأخذ بس يمكن من شاه إيران أعطاك شيء ولا لا أعطاني وسام طيب دعنا نضع نقطة على هذا الموضوع ونتقل إلى جانب آخر وهو موضوع الرياضة ذكرت الأسبوع الماضي مجلس الوزراء الأثنين يتجاوب مع الضغوط الشعبية وسيحل الاتحاد وإعلان مجلس مؤقت برئاسة شخصية مشهودة لها بالنزاهة والخبرة الرياضية يبدو أن مصادرك المرة ما كانت دقيقة لا دقيقة ما حلو الاتحاد ما حلو الاتحاد لأنها تخافوا من مجلس الوزراء لما أرسل لهم بلتر رسالة وقال لهم أمنعكم من أمنع الكويت من الرياضة العالمية وكذا وكذا خافوا وبعدين حسبوها من ناحية قانونية ولا بتعانوا بيحلونه مجلس الوزراء خاف من بلتر كان بيحله كان بس لما جاءت الرسالة وجاءت الرسالة يوم سبت وبلغ بلتر يوم جمعة وجاءت الرسالة ومجلس الوزراء رضخ نعم رضخ من الشخصية المشهود لها بالنزاة والخبرة الغياضية هم المعلومات اللي جتني أو المصادر اللي قاد قاعدين يبحثون عن شخص صياغة الكلام عندك معلومة أن من الشخص أول بوصل باتجاه من لا 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 تصدقني بالله أنه كانوا كانوا يبحثون عن شخص معين يكون نزي و يكون له خبرة في العمل شيخ طلال فهد موجود حاليا إذا أنت بتتكلم عن النزاة ما تعتبر شيخ طلال فهد نزي لا لا ندخل بهذا الجانب أنت قاعد تقول يبحثون عن شخصية نزيهة هذا يعني بالضرورة أن من هو موجود الآن يمكن هنا بالنسبة للشيخ طلال قد لا نتكلم عن النزاة نتكلم عن أخطاء صارت إنما اللي بيجيبونا بيجيبونا نزيه يمكن يكون نزيه من الشيخ طلال أنت تعتقد شيخ طلال نزيه قادر على إدارة الاتحاد أم لا؟ أرتقي بأخطاء وصارت محل نقد من الناس و الناس طالبت بوضع خلينا من الناس أنا أبي أحمد الجرى الله بمشعل أنت تقييمك إلى أداء الشيخ طلال الفهد راضي على أداء في الجانب الرياضي أم لا راضي على أداء في الجانب الرياضي أنا ناقل كفر أنا ناقل الناس قالت في الكلام أنا من كافر أنا ما بالكفر ولا أبي نقل نقل الكفر أنا أبي رأيك هناك أداء شيخ طلال الفهد لا أنا لا أتكلم عن esa والبعض يقول إن وجود الشيخ طلال فهد أثر الرياضة الكويتية و اللهASON والبعض يقول إن وجود الشيخ طلال فهد دمر الرياضة الكويتية أحمد الجرال أيهم ينظر إلى آيهم الأصح أنا أنقل وجهة نظر هذ substitute ليس نقل لو وجهة نظر أي甘美元 أنا أَن ن الكومتنية منexist بالإستاذ التعليق هذا integrقمر بالإستاذ للكлект أنت معرف عندك صراحتك بطلال على когда أشهر يíre needed to learn للا أبي نقول أن أخفكéner något أخفك أو ي effortful نجح رأيك الشخصي بغض النظر عن نقلك للآخرين الإخفاق وضح بالسعودية قبل شيء أنت ذكرت في سياق الكلام من كل جواد نكوه هذا يعتبرها كابو يمكن إذا أنت بتعتبرها لا أنت تعتبرها الحل أنا لا ترجع الكرة إذا أنت تعتبرها كابوه كيفك؟ بس أنا أقول لك أخبق وكان لها رد فحان وقت رحيلة ولا ما حان وقت رحيلة؟ يعني يعتمد على تقبل الدولة وتقبل الناس للضغوط الذي طرح ما تريد تعطيني جواب أنا لا أريد الدولة ولا أريد الضغوط أنا أريد رأيك الكريم في هذا الموضوع عموما أحترم وجهة نظري في هذا الموضوع بالمناسبة يمكن ذكرنا أكثر من مرة في سياق كلامنا قبل قليل موضوع مصادرك و أنت قد سؤلت في هذا الموضوع يمكن أكثر من مرة لكن أنا أريد أن أستحضر هنا جزء من مقالة أو مقطع من مقالة اللي الفاضل الدكتور عبد الرزاق الشايجي لقي الأخطبوط بول اهتماما إعلاميا كبيرا أما في الكويت فالعميد أحمد الجار الله يتنبأ بما سيحدث سياسيا حين يتنبأ بصدور مرسوم بإغلاق مجلس الأمة لمدة شهر و بصدور أحكام قضائية مهمة و بصدور مرسوم تعديل الدوائر ربنا يشتر من القادم فقد أصبح شعار الساسة إذا قال الجار الله فصدقوه فأن القول ما قاله الجار الله يعني البعض يستغرب و ليس حل مصادرك اللي كثير ما منها يصدق قبل صدورها قبل شوية حطينا التقرير حطينا مقطع للدكتور محمد الفيلي الذي ذكر بأنه هل هو من باب التنبؤ ولا هي معلومة ولا هل أنت من متنبئين ولا من فيك تصفها أي شيء لكن أنا رجل لي بالإعلام كذا سنة تاريخ طويل تاريخ طويل طبعا يعني أبواب المعلومات مفتوحة أمامي يبقى أبواب المعلومات البعض قد يتحسس من جزئية واحدة فقط يمكن بمشعل يعني قد لا يؤخذ عليك يعني مصادرك المتنوعة بكل تأكيد بعد هذه السنوات لكن البعض يتوقف أو يتحسس من المعلومات المسبقة التي تتتعلق بالقضاء هذا تراه الأمر أيضا ترى الأمر طبيعي أنت تفضل أكو خبرة مثلا خبرة دستوريين وكذا كذا عندما تطرح قضية أمام القضاء يقول لك بكرة هذي بيصير فيها كذا هذي بيصير فيها أي شيء لا يقول توقعي يعني توقعي بناء على الأحداث يا سيدي أنت ما كنت تقول توقعي أنت تجزم في بعض الأمور بو ميشيل كنت تجزم في بعض الأمور بأن الأمور بالاتجاه الفلاني ستذهب هذا شيء جيد بالنسبة للإعلامي لا أحيان بغض النظر إذا هو جيد أو غير جيد نحن نتكلم عن أمر تراغب أنا الرجل عندي أربعين سنة عمل إعلامي أبواب المعلومات تنفتح أمامي بأي شيء بما فيها القضاء لا أقول لك بأي شيء أنه ينفتح أمامي لا بما فيها القضاء وفي نفس الوقت أضع المعلومات أمام الناس البعض يدعي بأن مطلوب أو أنه خلينا نقول خلينا نغير كلمة مطلوب أنه يعني أحمد الجار الله يتعمد تسريب مثل هذه الأخبار قد تكون موجودة عند المعلومات لكن يتعمد تسريبها من باب قياس نبض الشارع بالون اختبار بحيث أن صناع القرار يلمسون نبض ردة الفعل الشارع وبينها عليها يتخذون الخطوة أما بالمضي قدوما أو بالتراجع عنها فأنت تعتبر الترمومتر من خلال هذه التسريبات البعض اعتبرها تسريبات مهمة جدا و مفصلية بالون اختبار أو ترمومتر و ما الخطأ فيها و ما الخطأ فيها لا بغض النظر أنا قاعد أقول خطأ ولا صح هل بالفعل ممكن ما العيب فيها لا مرة ثانية بغض النظر عيب ولا معيب أنت هل بالفعل أحد أساليبك في العمل الصحفي التاريخ الطويل تسعى إلى إلقاء بالونات اختبار تقيس من خلالها ردة فعل الشارع لكي يستفيد منه صناع القرار و ما أخبار أصدرها عن دول عربية و عن ملوك و عن شخصيات في منها من يؤكد و في منها من تم نفيع هذا نفس الشيء نفس الأمر نحن نتوفر لك أمامك إعلامي حاذق و إنسان متصل بمصادر الأخبار تتصدق مجموعة أشياء ما الذي يحصل أستاذ يحصل أحيانا أنت هذا الخبر ينزل و أنت تأكد منه مئة بالمئة يسوي رد فعل سلبية يتراجع المصدر اللي كان يسويه يتراجع هل تحتسب أنت قياس للرأي العاء أو تحتسب؟ أحيانا نصير إيجابي و يكون هو ما أفكر فيه أحيانا لكن المعلومات تحسبت هذا الشكل عندي لقاءاتك اللي صارت مع بعض رؤساء الدول العربية اللي تم نفيها بعدها لا نفي لا نفي لا نفي في السعودية لا نفي الأمير سلمان لا عتبوا أنها لا كان لازم تنشر إنها لا نفي عتبوا أنها لا كان لازم تنشر و في مصر؟ لأنها جلسة على عشاء و قالوا لماذا تنشر؟ أنت لم تأخذ الضوء الأخضر لتنشر الكلام؟ ولا أخذته و بعدين صارت الراجعة؟ لا لأني أسقط الكلام على الكلام الذي قلت عليه قبل قليل رأيك أحيانا ما سيحدث؟ كما قلت لك أحيانا أنت تنزل خبر أو تنزل لعم مقابلة يصبح لا رد فعل بما أنك فتحت هذا الموضوع هل هو كان اجتهاد من أحمد الجر الله بنشر هذا الخبر المتعلق بالأمير سلمان؟ أم كان بضوء أخضر؟ يا رجل الإعلامي دائما أو في كثير من الأحيان في بعض القضايا ما عنده شيء اسمه مقابل للنشر لما هو يكون أمام شيء يكون ما عنده شيء غير قابل للنشر إلا في حالة وحدة إذا أنت مثلا مع من جلست معهم قال لك أرجوك هذا مول النشر إذا ما قال أرجوك هذا مول النشر فأنت تنشر فأنت حر يعني يبدأ إذا رد ثمان شرطه كان دقيق لكن يعني للعتب صار أنك أنت ليش نشرته؟ وأيضا صار كأنه لغط في موضوع مصر عادة مال مصر طيب إنت أرجع للبيان مال مال لما صار بيان الرئاسة لما بيان الجيش بيان الجيش طيب لما قال بيان الجيش أنه هذا يصبح كذا وكذا وكنا نتمنى أنه ما ينشر بس ما أنفوا وبعدين إيش سبب ليش قالوا هالكلام؟ قالوا لأنه قامت عليهم الدنيا في مصر ففتحت لهم بعض إيه أنه ليش هذا كويتي وهذه جريدة كويتية ليش هو ما قال لنا إحنا إعلاميين في مصر وشفت أنت ردود الفعل الردود عليهم دعني أقول هذه الخلاصة وصلح لها كل ما قالها أحمد الجار الله في صحيفة السياسة من لقاءات أو معلومات حساسة ومهمة جدا هي حقيقية لكن باعتبار بالون الاختبار الذي ذكرنا قبل قليل صناع القرار في الكويت وخارج الكويت ردود الفعل السلبية تراجعه صح؟ ممكن لا صح أو غلط؟ لا ممكن ممكن صح؟ ممكن صح؟ بعد الفاصل أريد أن أتكلم عن العفن الذي أصاب جمعية الصحفيين الكويتية حسب تعبيرك بعد هذا الفاصل القصير دعوكم معنا الثابت الوحيد في هذه الحياة هو التغيير لذا خصم الله بالعقل والإرادة عقل للتشريع وإرادة للتنفيذ هنا يلتقينا هاشتاج الاثنين على تلفزيون المجلس موسيقى 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 عناوين تتعلق بتفاصيل حياتك اليومية بحاجة لقوانين تنظمها وترعى مصالح الجميع موسيقى مستقبله تصنعه اليوم ساهم في التشريع على تلفزيون المجلس موسيقى 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 في برنامج نقطة نظام مع ضيفنا لهذه الحلقة رئيس تهرير جيد السياسة سيد أحمد رجال الله موسيقى 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 ننتقل في حوارنا الآن إلى جانب آخر لدينا مجموعة من القضايا نحرج عليه في هذا الفاصل وصفت بعد ما كنت الرئيس الفخري لجمعية الصحفين الكويتية بعد استبعادك من أو تجريدك من هذا اللقب وصفت أعضاء مجلس إدارة أو بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفين الكويتية لكي أكون دقيق صار ضروري تنظيف جمعية الصحفيين من العفن الذي تعيشه نقصد أعضاء مجلس إدارتها عفن؟ هذا وجهت نظر صحيح يعني أنا الجمعية أصلا نحن أسسنا أنا الذي أسست الجمعية أسستها من سنين بعدين كنا كان القصد منها أن تكون شبه اتحاد لأصحاب الصحف ولمؤسسات العلمية حصل عليها تعديل من قبل الله يرحمه سامي المنيس وآخرين وقالوا خلينا ندخل المحررين ندخل المحررين وبدأت الآن مع الأسف يعني جزء كبير من من أعضاءها مش معاملين في الصحافة ومع ذلك يستخدمون للتصويت وكذا وبعدين مع الأسف الآن أيضا اللي يدرونا يعني يفترض أن يكونوا أمينين عليها أنا ما أعتقد أنهم كانوا أمينين عليها لا أشوف الكلام مؤمنين بأي معنى؟ مؤمنين بمسارها لا مؤمنين من الجالب المهني ولا مؤمنين بأي جالب لما يشوف يجمعوا جماعة ويزوروا إيران ومرة يزوروا العراق ومرة يزوروا ليش؟ هذه ليست مهمتكم ليست مهمة هذه جمعية مهنية خلافك معهم لأننا زاروا إيران و العراق؟ لا لا هذا أنا أقولك إياها الآن يعني ما كان لازم هذه هذه جمعية مهنية للمهنة للمهنة لماذا علاقة بال أن تسوي تجمعات وتروح تزير دول وتحكي مع دول باسم صحفة الكويت أو باسم دولة الكويت أو مين هذه؟ ما هي المشكلة؟ هل هناك قانون يمنعهم؟ إذا أنت ترى ما في مشكلة؟ لا أنا أسألك بغض النظر على ما المشكلة إنها هي مشكلة لماذا مشكلة تعتبرها مشكلة؟ هذه المهنية هذه ليست من ضمن عملها في مندي قانونها لا يسمح فيها قانونها لا يسمح تفعل شيء طيب لماذا لا تنتقدت الجمعية؟ مثل ما أنت الآن تنتقدتها تقريباً يعتبر هذا النقد الذي ذكرت بمشعله هو نقد قاسي أيضاً لمجلس إدارة الجمعية لكن أن تصف بعض أعظام مجلس الإدارة الذي يكون لهم كل تقدير واحترام عفن لا تعتبر أن هذا النقد كان مبالغ فيه؟ أو تحسفت أنك وصفتهم بهذا الوصف؟ لماذا؟ لا تحسفت؟ لا قلت عن شخصة قال أن العفن قد يكون في الأرض قد يكون في أرجاء الجمعية ليس بشخصها هذا الآن تحوير الكلام لماذا؟ حين أنا قاعد مع رئيس تحرير جديد سياسة و 40 سنة أنت خبرة في هذا المجال يعني بكل تأكيد أنت لمن تقصد الكلمة لمن تطلق عبارة تقصدها ومشعلها ما تقصد لا الأرض ولا تقصد الحديقة ولا تقصد الشارع تقصد شيء معين قد تكون مجازية تستعمل كذا و قد تعني هذا و قد تعني هذا فصار ضروري تنظيف مجلس الإدارة لا يجب أن تقصد كلها كلها فأنت مراضي تماما على الجمعية الصحية لا لا نحن الآن إن شاء الله أصحاب الصحفة اتجاهنا نعمل اتحاد و نخلص اتحاد مقابل الجمعية نعم هناك اتحاد الآن نفكر فيه نسوي اتحاد للمؤسسات الإعلامية هناك خلاف شخصي بينك بين أعضاء مجلس الإدارة الله صلى الله عليه وسلم ما قاعدت فيهم تقول إن ساعد ما قاعدوا ياهم أعطوك منصب فخري أعطوك منصب فخري يا أبو مفشعل أنك تكون رئيس الجمعية و لا تعرفوا و لا قاعدت معهم لكن لماذا؟ لدي الأسماء كبيرة موجودة لها تاريخ طويل أيضا في شارع الصحافة أسماء كبيرة في ذهنك لكن في ذهني أنا مختلف طيب أيضا نضع نقطة على هذا الموضوع ننتقل إلى الديمقراطية في الكويت في أكتوبر 2008 ذكرت لنجرب إغلاق مجلس الأمة فترة معينة مع الإبقاء على المؤسسات الدستورية لبسنا ثوبا ديمقراطيا فضفاظا فلا جسبنا كبار معه ولا الثوب أحكم علينا لازلت عند رأيك؟ لازلت أننا لبسنا ثوب ديمقراطي فضفاظا و أخذنا حرية الرأي التي رفعنا سقفها إصارة حرية بذاءة هذه التي رأيناها في صحة الإرادة حرية البذاءة أتكلم عنها بعد قليل لكن هناك جزئية الديمقراطية في الكويت في نوفمبر 2011 ذكرت لو أجرينا استفتاء في الكويت على قناة العربية لو وجدنا أن آلاف الكويتيين يطالبون بتغيير الدستور الذي شاخ و خرب صحيح نحتاجهم غير الدستور؟ لازم لماذا؟ هناك أشياء كثيرة أو خارج العصر مثل؟ أبرز على الأقل ما الأشياء الجوغرية؟ لديك واحدة من المواد مثلا أن رئيس الوزراء خلال 14 يوم بعد الانتخابات يجب أن يأتي حكومته و هو يدور وزراء أحياناً يقعد له شهرين ما يلاقيهم هذه 14 يوم يجب أن يأتي ولذلك تلاقي كل تشكيل حكومي يجبون أي من قبل الوزارة أو يجب أن يعدون بعد غير هذه هذه ما تعتبر ما تعتبر من الأمور الجوهرية التي تستدعي تغيير دستور الكويت التي تعتبرها شاخ و خرب كان فيها كان فيها مذكرة حول هذا الموضوع ولكن لا تحضرني الآن لكن بلا شك شوفي تغيير الدستور في أمريكا تغير 30 مرة الدستور في فرانسا تغير 20 مرة أو 10 مرات في كل هذه الدول فأنت تطالب بتغيير الدستور تتخيط تسوي للأفضل نحن لا نقولوا يرجعوا تسوي للأفضل للأفضل كما يعني يطالب في من يتبنى تغيير الدستور لمزيد من الحريات بس فيها الحين جمعيات إلا الدستور أنت بس تتكلم عن الدستور في ألسن كل واحد طوله مترين إلا الدستور وهو نفسه مو عارف شنه الدستور و مهم الدستور تفضل كل ما هذا قال لك إلا الدستور بس هما في النهاية عندهم وجهة نظر بأن إلا الدستور المقصود في مد أو أن تمتد أياد عبثية إلى الدستور لتقليص الحريات هم يطالبون إلا الدستور نعم لكن باتجاه مزيد من الحريات معكس أنت مع مزيد من الحريات مع مزيد من الحريات لكن بوزنية معينة هذا من يحدد الوزنية ضمن أصول من الذي يحدد الأصول والوزنية أنت اليوم أنت لا تكون حرية بدأت تشتم أميرك وتشتم دولتك وتشتم كل واحد تختلف فيها أتكلم عني قليلا مرة ثانية بموضوع الشتيم لأنني أطلع سؤال خاص في نفس الحوار إذا أطلع من الكويت ونرجع مرة ثانية شعوب العرب لا تصلح لهم الديمقراطية شوفوا لبنان شوفوا العراق شوفوا الكويت قبل تعديل نظام التصويت شوفوا ليبيا شوفوا البحرين لا ترقع الوضع فيها طيلة الأربعين سنة الماضية والحراك العربي الذي يغلي خاصة في السنوات الأخيرة بعد أحداث الربيع العربي ما لقيت شعب عربي سواء في الكويت أو أي دولة لا مطالب وحقه يا أخي مطالب وحقه إذا الله يعني جاب لك حاكم عادل هذا الحق هذا هذا إنما إذا بيجيب لك عشرين حاكم هذا جمال عبد الناصر شار فاروق وبدل ما يحكم ملك واحد صار فيها 11 ملك اللي هو مجلس قيادة الثورة 11 ملك صار هذا الثقافة أنت ضد حتى ثورة جمال عبد الناصر طبعا و ضد أي شرعية ضد أي ثورة ضد أي ثورة تخرج من رحم الشعب خلينا نقول شذيه يا أخي اسمها لي أقول لك أي رحم شعب يعني ثورة 25 هاللي صارت مصر و جابت الأخوان المسلمين و جابت الأخوان هذه من رحم الشعب المصري من رحم منه أسمح لي هذا من رحم والله أنا أعتقد حتى الربيع العربي وراء إسرائيل وراء إسرائيل و وراء أيدولوجية اليهود أحداث اللي صارت في تونس لتدمير العالم العربي و مشعل و حادثة البوعزيزي و تونس و بعدين انتقلت إلى مصر و بقية الدول العربية إسرائيل وراها يعني هاي شماعة كل شيء عندنا كل حراك شعبي أي شيء كل مطالب شعبية قد تكون محقة نلقي باللائمة على إسرائيل شوف خلينا عن تونس تونس يمكن تكون بداية بريئة لكن فقط بداية بريئة لما امتدت هنا استفاد منها من استفاد اليوم أيديولوجية اليهود أيديولوجية اليهود لا أبريهم ما تقصد أيديولوجية اليهود إسرائيل رغبتهم أن يدمر العالم العربي من داخله و يشتغل الفخار بتكسير بعضه طيب وجهة نظرك طبعا نحترمها ولكن كثيرين بكل تأكيد ستفقون معك فيها بمشعل لا ستفقون خصوصا من يعني يرى أن الشعوب بكل تأكيد لها مطالبها المحقة التي تلادي بها من سنوات و سنوات و سنوات عظيم علاقتك الحميمة بمشعل مع كثير من الرؤساء تحتم عليك أنك تميل إلى صف الرؤساء على حساب الشعوب و هذه الرؤساء مثلا في دبي و الأمارات ما سوى لدولهم لم ترى هذه و نحن نسوينا لدولنا هذا لا لا يوجد ديمقراطية أو أي شيء أو في قطر أو في السعودية إيها الخليج استثني للخليج بقيت الدول العربية في الناية لديك أكثر من 20 دولة عربية أنا أتكلم من منطق الخليج و أنت أضفت لي العرب أنا لا أضفت لك العرب هذا كلامك أنت الذي تكلمت عن العرب و قلت لك العرب فعلا كلهم مات تعالبها هذه تفضل المغرب و ملكها و نظامها دستوري الذي لا عاشي لك أنت راضي كل رضا على طبعا هذا حكم الشعوب لا هذا ليس حكم الشعوب هذا بسبب رضاك على السلطة في المغرب بريطانيا صارت فيها ثورة ألف وتسعمية و خمس و خمسين أظن ألف و خمسمية و خمسين كذا طيب و شاء له كينغ جورج هذا و اذبحوه و قصه رقوبته بالكذا وبعد حوالي ستة شهر كومبرلاند هذا جابوه و يعلقوه الشعب البريطاني أي شاهد شنو؟ هذا جاب بالمثل بالمثل الديمقراطية و الحرية و الكرامة و دخل عليهم عرض بهال المثاليات و هالبلاغة اللي كان يتمتع فيها و وصل إلى أنه يعني مجلسه من الأرداد هذا قطع رقبة الملك طيب بعد حوالي ثم تشك شافوا أن هذا ورطهم و النتجة جابوه و علقوه هذا اللي فأنت في النهاية الخلاصة في هذا الموضوع موضوع دمقراطية لا ترى هناك حق للشعوب و مصالحنا في الوقت الحاضر الديمقراطية و مصالحنا مصالحنا حكم عادل و حتى اللي اخترع الديمقراطية يقولك يعني ليست أفضل أفضل السيئة و في مصر و في الدول العربية الأخرى كان هناك حكم عادل كان مصر دمرها تأدم دمقراطية ماذا دمرها؟ لا أنا سألك ماذا دمر؟ جمال عبد الناصر؟ أو اللي حسن يمبارك؟ أو اللي محمد مرسي؟ لا 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 البداية هي الكلام عن حرية الشعوب و كلام عن دمقراطيات و النتجة من الشعوب اللي خارج مصر تمتعت بطروحات جمال عبد الناصر و الشعب المصري كان عليه أربع مخابرات أنواع من المخابرات دمروا و دمروا و كسروا طيب في نهاية أنت تعتبر الشعوب العربية ليس صالحة ليس صالحة ليس صالحة لديمقراطية و بالتالي بالتالي إذا بالكويت أيضا غير صالحين لحل الديمقراطية ولا بالكويت على الرغم منك قبل و شوي ذاك أن الدستور يحتاج إلى تنقيح إلى المزيد من الحريات لا أعرف أننا نحتاج إلى دستور و النقحة و نحن نجد من الحريات أو لا نحن نجد دمقراطية لا أقول لك ضد الدمقراطية ضد بشكل هذا الشكل طيب في نفس السياق في يونيو الماضي كانت لك تغريدة نحن نمارس من الدمقراطية هامش حرية الرأي الذي رفعنا سقفه إلى حرية بذاءة و قلة أدب و قلة حياة هذه حين إضافة أنت ذكرت قلة حياة في نوفمبر 2013 أنا أؤمن بحرية الرأي ولكن أرفض حرية البذاءة طبعا أنت هنا تصورت معنك مشكلة يعني تشير بشكل واضح واضح إلى من؟ مجموعة و أية لساحة الإرادة ساحة الإرادة كل المطالب اللي طلعوا فيها و عبروا فيها عن جزء كبير من الشارع السياسي و كرامة وقل هذا أنا أعتبرها خيانة وطن مشكلة لماذا يخوف لا لا لأ لأ لدي شغلات تخوف أكثر يمكن في اللقاء معك لكن الشاهد في هذا الكلام أبو مشعل صاحب تاريخ طويل في عالم السياسة دائما ما يطالب بحرية الرأي ضمن الضوابط الإيجابية استكثرت على الأغلبية موضوع البذاءة و قلة الأدب يؤخذ عليك و مشعل أنك استخدمت نفس الأسلوب في كثير من تغريداتك و كثير من مقالاتك أنا لأن ضيق الوقت يعني من كلمناك لا مو ضيق الوقت على ما نخلص يمكننا ما بقلنا وايد لكن من ضيق الوقت ما نكلمناك لأن حضرنا الحلقة الذي أسعفنا الوقت أن نطلع منك بعض العبارات التي أنت استخدمتها أنا بس يعذروني سادة المشاهدين على بعض الكلمات التي سأقلها على لسان بو مشعل يا خرنج شوية مغردين مثل البهايم خراتية العمل السياسي ما حدث في الكويت تبين أن كل الذين اعتادوا النباح ما هم إلا مشت زفر ثلاثين دينار قليلة هذا المبلغ قيمة طلي مو قيمة واحد يصارح بساحة الإرادة عصاعص يرفسون كل ما سمعوا نهيق فيه كم خرنج متروكين في الديرة مثل الكلاب الضالة يهمون الناس بإكاذيب زين؟ زين طبعا وهم متأكد منهم لا 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 أخليك متأكد أنهم متأكد أنا ما قلتها وصف عام لا بغض النظر وصف عام أو وصف خاص في النهاية العمل متساوي إذا أنت كنت تستكثر على الطرف الثاني أنهم يستخدمون ألفاظ بذيئة ماذا أنت تتحارب الفاظ البذيئة إلا تتواجههم بنفس بداقتهم بنفس بداقتهم بنفس بداقتهم عشان تخرسهم ماذا توقفهم؟ تروح تقول لهم آسفين يا جماعة دينوا بالكم إخوان إحنا هذا ما يمشي فتنزل إلى نفس المستوى إذا هم خطأ أنت تنزل إلى نفس المستوى و خطأ أنا بالوصف هذا أرقى منهم صحيح موجع لكن هذه الأوصاف تعتبر أرقى؟ أبعاد أرقى منهم لا ليس على المعالي لما تكون أسماء وهمية في تويتر لا لما تكون أسماء وهمية في تويتر أو أشخاص عاديين في تويتر مثلا أو في الجريدة يكتبون مقالات قد محسوبين على لون سياسي معين لكن لما يكون أحمد الجار الله و يستكثر نفس العبارات و ينزل لهذا المستوى و يستكثر عليهم و يقوله حرية و عفن لما يأتي منهم من يقول لك نحن أمام طواغية الفساد نحن أمام كذا أنت طواغية الفساد و أنت قلت خراتية العمل السياسي ما الفرق بين طواغية و خراتية العمل؟ أنت قويس أنت راضي يعني لكن هو الذي بدأ و البادي أظلم هو الذي بدأ و أنا رديت عليه أنا رديت عليه و هذا الذي أرد عليهم بالوصف هذا كان تغريداتهم أوسخ من هذا إذا كان فأنت مُندمان على استخدامك هذه العبارات لا 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 و لا تعتبرها و تعتبرها و أعتز بها تعتز مثل هذه العبارات نعم لهؤلاء البشر أنا أعتز بها لهذا النوع من البشر أعتز بها أنا لا أعني تعليق أمتنع عن التعليق بالفترة الأخيرة صدر ضدك مجموعة من الأحكام أربعة آلاف دينار للشيخ الفاضل دكتور نبيل العواضي و للنائب السابق الفاضل المسلم الباراك خمسة آلاف دينار هل فقد سيد أحمد الجار الله حسه القانوني في رفع سقف الانتقاد التي بدأت القضايا تنهال عليك لا بالعكس هذه أحكام أولية و كثير جتني أحكام الأولية و بالإستئناف تسقط هذه أحكام الأولية و تعتقد أنه ستسقط؟ أنت كل شهر أنا عندي حوالي أربعين قضية و ثلاثين قضية و هذا الأمر طبيعي؟ طبيعي لماذا مقاعد يصير لماذا مقاعد يصير هذا الأمر مع رؤساء تحذير صحف أخرى؟ ما يا حبيبي؟ لأنه ليس نشيطين في النقد هذا الأخي يعني دعنا عدل العبارة ليس نشيطين في النقد أم لا يستخدمون نفس العبارات لا يا حبيبي أصلا هي الكلام يمكن واحد من الأحكام لا يوجد عفارات فيه أخبار أنه سوها شكل و شكل و قيم يعني مثلا هذا الشيخ العوضي شيخ الفغل ما قلنا أنه كذا و أنه خرنق و أنه كذا ما قلنا؟ لا أرد نعيد نفس الكلام أسمعني قلنا أنه راح قطر مع كامل احترام و تقدير لكل شخص قلنا أنه راح قطر و أنه لما جاء المطار و شوف معه ساعة رولكس و شنطة نحن لا نرد نجع مرثاني أكلم أنه سمعني إذن في قضية يديدة ظاهر و ليس أعلم في هذا الموضوع موضوع أنت أنا السؤالي كان محدد أن أنت يعني كم القضايا التي عليك لا لا مبررة هل هي مبررة تعتبرها؟ لا لا لأنك تتهم ناس تتقول على شخصيات عامة بدون أسانيد تستخدم بعض الألفاظ من أول السنة إلى حوالي خمسمائة حكم لا يطلعوا براءة كلهم لأنه لا يوجد شيء لا يوجد حكم أنت انحكمت فيه لا يوجد حكم واحد أو اثنين يعني حين بمشعل يستخدم هذه الألفاظ و يتقول على الآخرين لا يوجد حكم فيها لا يوجد الألفاظ التي تتكلم عنها هذين كتبنا عنهم أخبار افترضوا أنها مضرة فيهم ارجع للحكم و شوفها و طلعت براءة و طلعت براءة طيب خمسمائة قضية هذا في بعد واحد مثلا قلنا أنه ليس كويتي و كذا و كذا قام علينا داعه و جبنا و طلعت الحكومة الكويت و قالت هذا ليس كويتي و وديناها المحكمة و قلنا يتفضله قالوا شكرا و الله طلعته براءة بعد الفاصل الأخير سنتكلم عن موضوع سحب الجناسي و عداوتك المستمرة للإسلاميين و تحديدا لجماعة الإخوان المسلمين فاصل قصير و نعم تتابعون الأحد ليش المجتمع الكويتي فاقد الثقة بالشباب؟ هن و ليش دائما يكررون الكويتي ما يشتغل الكويتي ما يشتغل؟ تساءلنا عن طاقات الشباب و إحباطات سوق العمل الكويتي أنا أتعامل نسمع عاملة الإنسان اللي ما عنده مؤهلات ولا شيء عشان بس قوة عنده نائب ولا عنده واسطة اعترضنا إعلامنا وينكم عنهم؟ في شباب فاقد إبداعات و قلنا كلمتهم تبي تبني الكويتي؟ خلي الشباب في رأيهم الأحد على تلفزيون المجلس موعدنا تسعة ونص نصلط الضوء على مساديرتنا نخبتها، أخبارها، وسياستها بالكويتي من الأحد ليل خميس على تلفزيون المجلس في الحلقة القادمة من هاشتاك اللجنة الصحية أقرت هو العبيدي وصفه بأمر مهم ينتظره أهل الكويت تأمين صحة المتقاعدين الكويت نجحت في عناصر تقوية النظام الصحي والذي هو على رأسها قانون تأمين الصحي تكننا مع الجارة كمالية في خصوص ميزانيتها و أيضا مع المستشفات قطاع الخاص يعني أتفادى قدر المكان الأخطاء حتى أن يبرز نجاح هذا المشروع تعتقد أن هذا القانون هو اعتراف ضمني بتردي الخدمات الصحية الحكومية؟ نعم، هناك في تردي وهناك في صحبة موجودة وهذا إنجاز حقيقي على أرض الواقع وملموس خلال أشهر القادمة عند التنفيذ ممكن نفاجأ ببعض الأمور إذا بتتفاجئون بالشيء طيب بطلت إن شاء الله إن شاء الله هاشتاك الاثنينة على تلفزيون المجلس ترجمة نانسي قنقر سيد أحمد الجار الله أبمشعل في الفاصل الأخير نريد أن نكمل استعراضنا لمجموعة من القضايا الساخنة في الفترة الأخيرة جرى الحديث من قبل تيار المنبر الديمغراطي عن مبادرة جديدة يعكفون على بلورتها في المرحلة القادمة تتعلق بالتمسك بالصوت الواحد لكنه سيمس الدوائر ليراعي العدالة في كثافتها إلى جانب إحداث تعديل في عصب النظام الانتخابي ليجعله بنظام القائم المرينة ليفتح ذلك التعديل الباب أمام الترشه بأحد النظامين الفردي أو القوام وفق شروط وعمليات حسابية تتفق أننا الآن بحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي؟ لا ممكن تعديل الجانب الجغرافي فيها إنما هذا الاسلوب اللي قالوه معناتها كأنك بتسوي أحزاب كأنها يعني أشم فيها ريحة الكلام عن أحزاب وكذا كثير من النواب الآن يطالبون بأحزاب ويطالبون بجمعيات سياسية تقنية جمعيات سياسية يعني ترجع لعملية التكتلات وعملية شراء الأصوات وعملية أن هذا يكون ولاء للحزب ومش ولاء للدولة هذه فرضيات يعني مش بالضرورة تكون دقيقة وهم ليش طلبوها هم قاعدين طالبون بتعديل النظام الانتخابي الآن التعديل الانتخابي بس شنيا التعديل شمل أشياء كثيرة من ضمنها ما يوحي بأنه بأنه يعني كان أنا أمام وضع حزبي وكذا طيب على حال ما مشى وشوف الأخوان في المبعدين أو المبطلين أو كذا أو كذا أو ما يسمى الأغلبية أو الذي انتهت كل ما حسوا ابتعادهم عن الناس سووا لهم فتيشة أنه أنه نحنا على اتصال وأن الدولة اتصلت بنا وأن نحنا نبي نرجع وأن الصوت الأربع صوات راجعة ومثل هذه القضية الحكمة المحكمة الدستورية أنه خلاص حي المحكمة لا لكن بعض يتحدث بالفعل عن مبادرات تحدث بالتلفزيون قال لا لا على خلف الكواليس البعض يتحدث عن مبادرات للمصالحة لا يوجد مصالحة لا لا يوجد مصالحة وماذا تصالح؟ ترجع الصوتين الأربع صوت بغض النظر عن ماذا نرجع؟ هل هناك تواصل؟ لا يوجد مصالحة فيه بكرة إذا هناك انتقابات هذا الميدان يا أحمده إذا أنت تريد أن تنزل لا أحد مانعك إلا إذا عليك أحكام إنما ما هي المصالحة؟ لكن لا يوجد مصالحة الآن؟ لا يوجد مجال للمصالحة ما هي المصالحة؟ لا نزعلنا من بعض لكي ننصح لا نزعلنا من بعض أنتوا أخطأتوا و أفعلتوا كذا و أفعلتوا دعني أنا أستحضر هنا تصريح أو مقطع من مقالة لأن أبي السابق الفاضل مبارك لدويلة في الشهر الماضي يعني مؤخرا ذكر حان وقت التنازلات من أجل الإنجازات و جاء وقت كبح جماح النفس من أجل مستقبل أفضل للأجيان القادمة ليجلس بعضنا مع بعض على طاولة الحوار سلطة و معارضة و لا نضع حدا لهذا التوهان فلابد من اللقاء السياسي بدلا من المقاطعة السياسية سلطة و حوار يدعو لها السيد أمبارك لدويلة تؤيد أم تعارض أم لا تجد أي داعي لها و لماذا لا أدعى من قبل؟ أنا أسلمك لماذا لا أدعى من قبل؟ هذا أطرح السؤال على لماذا لا أدعى من قبل أن تصبح هذه الليلة التي تشتمها طيب لا أدعوه من قبل من باب أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي تؤيد دعوتها و لماذا تؤيد دعوتها؟ بعد ما صدر المرسوم الصوت الواحد و بعد ما تغيرت المخرجات الانتخابات و بعد ما سووا 13 مسيرة كرامة وطن أو خيانة وطن و فشل كرامة وطن اسمها؟ أنا أنت أسميها لا أسميها كرامة وطن طيب التزم باسمها المهنية تفرض علي أن يلتزم باسمها أنا أقول أخي أنا أعتبرها غير أنت وطن لأن اللي سوى إذاء للوطن طيب فأنت الآن ما تتفق مع دعوة سيد مبارس ولا أن تتم ولا أن تتم هذه معلومة ولا تحليل؟ معلومة ولن تتم معلومة لا تتم أنه لا يوجد مبادرة للحوار مع المعارضة الكويت يبقى في لا أريد معلومات تحليل أنا أريد معلومات تحليل كما الكويت كما نقول هناك دستور وقانون أنت اليوم في مرسوم الصوت الواحد طلع اعترضته عليه وسويته لنا ضجة ومشى والناس قبلته وارتحنا طيب عرضت اليوم تأتي الانتخابات تفضل ليس كل الناس قبله لا ليس كل الناس لكي نكون دقيقين شوية اللي صوتهم عالي طيب بغض النظر عن هذا نضع نقطة ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع سحب الجناسي البعض وصف أحمد الجار الله بأنه عراب قضية سحب الجناسي رئيس تحرير جليدة يطالب بالحريات وسقفه مفتوح ولا يخشى أي شيء ليش اعتبرت موضوع سحب الجناسي قضيتك اللي كنت تتبناها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة في جريدتك في جريدت السياسة وكنت يعني البعض يقول أنك كنت تمارس معلش أنت سدرك وسيع وتتحمل كل الأراء تحرّذ السلطة على سحب الجناسي السلطة محرّضة خاصة عندها تسجيلات اللي صار بسحة الإرادة عندها تسجيلات بال 13 مسيرة ومالتوطان عندها تسجيلات ومالتوطان عندها تسجيلات بالصباح ما علاقة التسجيلات في سحب الجناسي؟ لأن إلا إذا كان الموضوع انتقام سياسي اللي سحبت جنسياتهم أكثرهم يعني ولائهم مو الوطن من يحدد الولاء للوطن ولا مو الوطن ومالتوطان إذا الدولة بعد ما تحرف من 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 ما ضح من 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 عن دولة و بناء عليها تسحب الجناسي لا ممكن ممكن أنت تدلس و ممكن تحصل على هذا و تكتشف الدولة بأنك منتر يعني من أبنائها من أبنائها البطن و تأتي تستعيد الموضوع لا يوجد انتقام سياسي النائب السابق الفاضل عبداللطيف العميري ذكر أن السياسة التي تتبعها السلطة في السحب الانتقائي الانتقامي للجناسي ما هو إلى صناعة هيبة زائفة يريدون إعادتنا إلى عهد الفداوية هذا وجهة أي وجهة نظر صحيحة ممكن تكون و كويس أنه لو انتقامي كان جابوه و دخله بالسجن لأنه ما أريد معناته معناته مسموح أنه يقول رأيه لا حقا ما قضيت مسموح لا حقا أنه يقول رأيه ما قلنا لشيء لكنه يتكلم على جزء جناسي ما رأيك بالذي يقولون أن البلد صارت سجن كبير البلد لا يحد يتكلم لا يعني أنا بردت على لأنه تفضل هذا واحد منكم قال لي يقول و لا أحد يعترض له تنبأت بسحب جناسي أسماء محددة و دعني أتكلم بشكل واضح و صريح أحدهم هو السيد ساعد العجمي كنت كانت عنك معلومة قبل أن تنسحب جنسيتها؟ نعم كانت عنك معلومة كنت تعرف أنه ستنسحب جنسيتها؟ نعم نعم و كل ما كتبت عنهم و كنت عندي معلومات أنه ستنسحب أكو بعضهم كتبت عنهم و لكن لا نسحب جنسيتها نعم و لكن لا أحد يتساميهم يمكن لا أكو بعضهم أنت ذكرت رموز لأسمائهم لكن لا نسحب جنسيتها و الله إحنا و لهذا هم بالون و لهذا بالون الاختبار لا لا أسمع لي قبل أسبوع أو خمسة أسبوع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال نحن لم نتوقف عن السحب إنما هي إجراءات قانونية قاعدة نسويها قالها تصريح عادي يعني تصريح عام شون هذا صارت تصريح عام تصريح عام لا تصريح عام تصريح عام مؤكد ليس تصريح عام لا تعنيك معلومة أن الحكومة ستسحب أنا أعني معلومة أن الحكومة لن تتوقف عن السحب هذا اللي عندي والأمر مربوط بأحداث سياسية و عينة تجريف البناء و مربوط بإجراءات قانونية مربوط بإجراءات قانونية كلامك في أكتوبر الماضي أو تغريدة لك المشكلة في موضوع الجنسية أن هناك من توحي سحنته أو شكله أنه ليس من هنا من كويت العز و كذلك توحي أفعاله أنه ليس من هذا الوطن ما هي علاقة الجنسية؟ بشكل هذا طلسم ما قدرنا نفككه لا أقول أحيانا أنت توحي بيجيك شكلها يمكن ما تحسنها من الوطن الكويتي شرح لي يا أخي تشوف واحد تقول هذا يمكن من بلد آخر هذا الكلام ممكن أيضا أن يرجعونه عليك و ليس يقولون لك نفس الكلام أنت طريقة اللهجة التي تتكلم فيها ممكن البعض يقولون أنك أنت مكويتي و قالوا و قالوا أني من اليمن بس أبشرك ما نعمل اليمن من أين أعيانا و قالوا من اليمن من أين البعض تكلم على موضوع جنسية أحمد الجار الله و أن فيها أيضا كل كلام فاضي هذا كل كلام فاضي أحمد جار الله ابنها البلاد ولادة المرقاب و تاريخي يعرفونها لا بس قدم في فترة من الفترات قدم سؤال برلماني على موضوع الجنسية قدم سؤال بس لماذا لا تشوفوا الجواب شو كان الجواب و أرجع له لا أحيانا أنت فتحت الموضوع ف دعنا ننتهزي الفرصة هذه الجواب من مجلس الوزراء يوم في 74 74 نظر واحد هذا محمد رشيد واحد سأل سؤال نعم ابن فاضي محمد رشيد فأرد على مجلس الوزر فألا يبقى هذا كويتي و هذا النائب الفاضل وليد الطبطبائي إذا كانت السحنة أو اللهجة هي معيار الكويتي الذي يستحق الجنسية فأعتقد أنه هو قال عبارة شوية قاسية أنا رح يعني ما رح أقولها متعودين لا أنا ما رح أقولها لأن أنا ممتعود تبعد عن الجنسية كان يخصدك طبعا تبعد عن الجنسية بعد الوفرة عن خط العبدلي إذا كان المعيار بعيار السحنة كلام ولي الطبطبائي نابل فاضل السابق برضو هذا من كم كيلو يمكن خمسين كيلو أو مئة كيلو لا يبعد سحب جنسية زميلك أحمد الجبر كنت متوقعها مؤيد لها حتى شيء مؤيد لا أبي رأيك كنت مؤيد لسحب الجنسية لسيد أحمد الجبر ولا مؤيد لأن البعض قال سحب جنسية سيد أحمد الجبر كان بناء على موقف سياسي أرجوك عبيني من الجواب لكن أنا أقول لك كنت متوقع و ليس لك أنت متحفظ طيلة الحلقة إلا على الشخصيتك على شيخ طلال الفهد و على أحمد الجبر يعني أنت تكلمت أغلبية تكلمت خذت راحتك فيهم و ليس لك عنهم شيء شخص يعني لا أقول رأيك يكفيهم يكفي الألم الذي يجب لماذا أنا أزيد لا أبي رأيك أنت في النهاية يعني مؤيد معارض تتحفظ والله نشرناها بالسياسة و لم أكن لو أنا معارض قلت بالسياسة كنت كتبتها بالتجري تكلمت كثيرا على موضوع المزدوجين أيضا البعض يلقي بالاتهام على سيد أحمد الجرالله أنه أيضا هو مزدوج أخي أنا ماني جاي من المريخ والكويت يعني والمزدوجين يعني من المريخ والكويت يعني مقضية أبناها مطراثي يطلعوا من الأرض أحنا المعروف يا من السعودية يا من مناطق أخرى إنما الأصل من شبل الجزيرة هذا الأقل لا أتكلم عن الأصول يعني مع كامل احترام والتقدير طبعا لإصلاة الجرالله لأن كلها تقدير و احترام لكن في قضية الإزدواجية التي تأخذ على كثير من الشخصيات العامة التي قد تكون عندهم إزدواجية في الجنسية أحمد الجرالله ما يحمل الجنسية ثانية غير الجنسية الكويتية لا أتكلم يا حبيبي أنا أتكلم لا أنا ما عندي إزدواجية ما عندي جنسية الكويتية عندي جنسية بلدي بس بس أقول لك شيء أنا لما تكلمت عن الإزدواجية وانتقت انتقت اللي عنده جنسية ويشتم بلده هذا أنا كنت ضده أنت انتقت أشكالهم بومشعل في الكلام وسفنتهم هذا شيء آخر لكن أنا أتكلم على إنسان مزدوج ويقعد يتكلمني عن بلد ولا يوحي بالولا لا هذا رضي سر العداوة القديمة بين أحمد الجرالله وجماعة الإخوان المسلمين نعم منافقين بالنسبة لي ما قلت السؤال حيث على طول تطمرت الجوام جماعة الإخوان المسلمين أحمد الجرالله وصفهم بأن الإخوان الذين انتسبوا زورا إلى الإسلام لصوص السلطة هؤلاء لهم سابقة في الكويت حيث تآمروا مع صدام حسين عليها وكادوا يبيعونها له مقابل توليهم سلطة شكلية لازلت عند رأيك في جماعة الإخوان المسلمين نعم وبنفس السيام و دعنا نفهم نرجع لسفير دولة الكويت في واشنطن أيام الغزو في أمريكا اللي هو سعود الناصر الله يرحمه شوف بالجرائد ما قال عنهم لما جواب أمريكا بدهم 50 مليون دولار علشان وردوهما على هالكلام الناصر السابق الفاضل مبارك لدويلر رد على هذا الكلام الشيخ الفاضل الدكتور جاسم لا لازم يكذبوا لازم يكذبوا لا قد مش بالضرورة يكون تكذيب قد يكون هما قاعدين يقولوا الواقع بمشعل خلا نقل لك كلام الشيخ الفاضل الدكتور جاسم هل هل ياسين أحد أبرز منظرين هذا التيار ذكر الكلام في التاريخ يختلف عن الكلام في الصحف فالكلام في التاريخ يحتاج إلى تحقيق فموقف الإخوان ثابت وواضح ومعلن ففي مصر مثلا لا يوجد بيان يؤيد صدام حسين وكذلك موقف الإخوان في السودان وكمل كلامه يقول أكو اختلافات ما لمسنا منهم إلا أنهم بالصيغة التي قالها السفير والتي قال أنهم لم يكنوا شسمه وكانوا يريدون جيوش عربية النائب السابق الفاضل خالد السلطان بالنسبة لمزاعم مخطط الإخوان للاستيلاء على الحكم في الكويت من يتهمهم بذلك يختبأ قاعد يتكلم من يتهمهم بذلك يختبأ تحت عباءة أمة فيما هم يقاومون أثناء الغزو ولو كانوا يريدون الحكم فقد جاءهم على طبق من ذهب وقت الغزو لكنهم ناضلوا ضد المحتل على من يوجه الاتهام أن يقدم دليلا قاطعا وليس ملفقا من بعض الاستخبارات كل التهم الآن التي يعني تلقى على عاتق الإخوان المسلمين بأنهم متواطئين ويسعون للحكم هذه مصادرها الاستخبارات فماشي قالوا لما رجع الكويت قالوا احنا عادت الكويت بسبب بدعائنا إلى الله أن ترجع هذا اللي قالوا قالوا يعني هال هال عالم اللي وصل وهو السبعمائة ألف جندي وهال الدنيا وهالتكاتف الدولي وهالدنيا كلها يعني طبعا بإرادة الله سبحانه وتعالى لكن هذا هو بسط الأمور أن دعاهم هو رجع الكويت طيب خلافك مع جماعة الإخوان المسلمين ألا يفترض أن يكون ضمن الإطار المهني وانت لك تاريخ مرة ثانية طويل في جانب الصحافة أن يعني تكثر على الآخرين مرة ثانية هذه حين أكون مجموعة ثانية نحن خاشيناها من بعض أوصافك لجماعة الإخوان المسلمين سأقلنا على الأغلبية الآن عندنا على الإخوان يعني تكثر عليهم أنهم أهمة أيضا يعني يحاولون السيطرة على الدولة وتتهمون باتهامات البعض يقول لا ليس لها أي سند غير أنها مجرد كلام مرسل وكلام إعلامي لمن تقول بو مشعل إخوان بليس جرابيع الإخوان هؤلاء العفنين الإخوان وفروخ إرهابهم جرابيع توتر من عصاعس الإخوانجية مرة ثانية السؤال الآن الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين ما تعتقد أنه يفترض أن ننأب باستخدام هذه العبارات في خلافنا السياسي مع أي مكون كان أي مكون طيب لماذا هم مين أو بالأول وهم الصحاب البادرة الأولى في إذاء الناس لأن الناس لا تذيهم لأنهم هم المبادرين في أي شكيم في إذاء الناس في شنو في إذاء الناس هم المبادرين في إذاء الناس في شنو هذا كلام موسم يعني ضمن ضمن ارجع أنت لهذا تفضل أنت قلت لي عن خالد سلطان شكار أنه عباءت وأنه قاعد تحت أمه وقال وكذا وكذا قوله شوف وهو بدأ شوف أنت تريد يرد عليها الواحد وأنه هو هو اللي حرر الكويت وأن اللي يقولون عن الإخوان كذا وكذا أنه باطل وأنه هو الصحي باطل مو صح وجهة نظر ونقد قاسي بس ما قال عفنيين وجرابي أنت تابع أيضا في تويتر شوف أيضا العبارات اللي يطرحونها عصاعصهم الشيء عصاعصهم شوف بالتويتر يعني هذا الكلام اللي بيقال ردا على عفنهم وعفن كلامهم اللي بيطرحو بشيء ليش تكرس أنت هذه السياسة يا يا أبو مشح ليش قاعد إذا صح كلامهم إذا صح خطأهم يعني أنت تريد أنا أمارس مثاليات الدين المسيحي أنه واحد ضربني على خدي الأيمن عطي خدي الأيسر شنو حكي هذا برد عليهم ونص لا أخليهم أنا نفس نفس وأخص بعد إذا عطيت الفرصة لازم هذا لازم يعني تمحاهم وكرام تمحاهم وكرام الميت تمحاهم بأي معنى تأخصك يعني تتوخرهم عن الواجهة بالأسر طيار موجود لمريدين ولا مؤسسات ولا ناخبين موجود لا تتلغية بساحة بس أنت قريبا ستنعيه إن شاء الله شلون تنعي قريبا قريبا ستنعي لأنه ما عدي القوة التي تقول كذا وين هم وين هم مصر كا زعيمهم بالسجن وزعماهم بالسجن والثانين من حاشين يا القطر يا تركيا وين هم أنت زهب جهز لهم نعي وين هم هذا مش بالضرورة إذا كان رموزهم موجودين في السجون مش بالضرورة أنهم ما لهم موجود في الشارع لهم وجود و لهم وجود كبير و وجود في الشارع وضحكوا على الناس في فترة ومشت معهم في شيء لهم سوقوا أفكارهم ومشعيل في الناية الناس صدقتهم فإذا تلوم نوم الناس لا تلوم أهم لكن الآن ما صدقتهم بعد الذين رأيتهم منهم في مصر دمروا مصر ودمر هناك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحت مرأة ومسمع المجتمع الدولي يشاركون فيها في الانتخابات المقبلة أنت ذكرت موضوع مصر و بعدين نحكم إذا تراجعوا ولا ما تراجعوا أنا وصلت وياك إلى ختام هذه الحلقة معاكم شكرا لك رئيس تحرير جريدة سياسة سيد أحمد الجار الله على ساعة صدرك على أمل أن نلتقي معاكم مجددا شكر موصول لكم مشاهدين الكرام وعني معاكم يوم السبت الغادم ساعة 9.30 على قناة المجلس في برنامج نقطة النظام تقبلوا تحياتي عمار تقي وفريق البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة